من المعروف أن الفيتاميند يساعد الجسم عن امتصاص الكالسيوم من الغذاء لدعم صحة خلايا العظامة ويلعب دورا مهم لجهاز المنع ويقلل من الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى أمراض ملل التهاب المفاصل الروماتويدي والسرطان كما ينظم ضغط الدموية دعم صحة القلب والأوهية الدموية وفي هذا الفيديو نقدم لكم علامات ومخاطر نقص فيتاميند صحية بالإضافة إلى كيفية الحصول عليه بالطرق الطبيعية واحد من أشهر أعراض الإصابة بنقص فيتاميند هي الشعور بالتعب والإرهاق المستمر والصدع المزمن وذلك بسبب انخفاض مستوى الفيتاميند في الذم لذلك ينصح بتناول المكملات الغذائية والاعتماد على المصادر الطبيعية لفيتاميند نقص فيتاميند يؤدي إلى الإصابة بمرض التهاب الأمهى ومشاكل في امتصاص العناص الغذائية بشكل صحيح في الجهاز الهضمي ولذلك يكون هناك خطر نقص التغذية يرتبط نقص فيتاميند بزيادة ارتفاع ضغط الدم وفرط شحيمات الدم وأمراض الأوية الدمية الطرفية ومراض الشريان التاجي واحتشاء عضلة القلب وقصور القلب والسكت الدماغية وقد تكون تأثيرات المطاطة للتهابات لفيتاميند هي السبب في ذلك كشفت الأبحاث والدراسات التي أجرت على مجموعة من الأشخاص أن وجود مستوية أقل من فيتاميند في الجسم يعني مخاطر أعلى بنسبة 24.2 للإصابة بمرض التهاب المفاصل روماتويدي يرتبط نقص فيتاميند بزيادة العدوى في الجسم خاصة عدوى والتهابات الجهاز التنفسي كما يرتبط بحدوث بعض أمراض المنع الداتية مثل مرض سكر من النوع الأول والتصلب اللوحي وأمراض الناتج عن اقتلال المنع الداتية لقد تبت أن فيتاميند دي لعب دورا مهما في نمو المخ وتنظيم وظائف الدماغ وصحة الجهاز العصبي وأن نقص فيتاميند يكون شائعا في المرضى الذين يعانون من مرض الزهيمار والفصام والضربات القلق والخلف وكبار السن الذين يعانون من التدهور المعرفي لذلك تم الربط بين نقص فيتاميند والضربات المعرفي الذي المصابين به ولهذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض مشابهة إجراء تحليل نقص فيتاميند وجدت دراسة شملت أكثر من 500 بالغ أن نقص فيتاميند مرتبط بزيادة كتلة الدهون ولكن فقط مع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع هرمون الغدجار الذرقية ما يشير إلى أن السبب قد يكمن في التحكم في هذا المساوى المزاج المكتئب والمتقلب أيضا على ما على نقص فيتاميند لأن هناك علاقة بين الخفاظ مستوياته في الدم والاكتئاب ولهذا ينصح الأطباء مرض الاكتئاب والتقلبات المزاجية بتناول جرعات للمكملات خاصة للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الموسمي خلال الأشعر الباردة يقول بعض الباحثون أن فيتاميند يلعب دورا مهما في وظيفة العضلات الطبيعية ويرتبط الخفاظ مستوى فيتاميند بزيادة مخاطر السقوط والضعف ونظرا لأن نقص فيتاميند شائع جدا والعلامات غير محددة بالضبط فمن المهم لحفاظ على مؤشر مرتفع للإشباه في نقص فيتاميند في المرضى والذين يعانون من ألام العضلات وضعفها الإجهاد والأرق واحد من أسباب تساقط الشعر وهذا من أشهر الأعراض لنقص فيتاميند في الجسم كما أن ذاء التعلب هو مرض من أمراض منع الداتية يتميز بتساقط الشعر الشديد من الرأس وأجزاء أخرى من الجسم فإذا كنت تعاني من تساقط الشعر فقد تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتاميند لنمو الشعر يصنع فيتاميند في الجسم عن طريق الجلد عند تعرض للشمس لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في كل مرة بشرط تعرض معظم الجسم كالأرجل والذرعين ودون استخدام مراهم أو كريمات للوقاية من الشمس ويساهم لإكتار من تناول الأغذية الغنية بفيتاميند مثل الأسماك الذهنية كالتونة والسردين والسلمون وكذلك صفار البيض والخضروات الخضراء بتزويد الجسم بفيتاميند اشتركوا في القناة